يدغادر يدغامر طبعا الفترة اللي احنا فيها حاليا من زيادة اسعار الاكل واخيرا زيادة لاسعار الطيور وده احنا لمسنا الجمعة اللي فاتت كزيادة اسعار لم وفعلا الطيور بدأت تقل من السوق وده خلى ان الاسعار بتاعة طيورنا تزيد بشكل كبير جدا وده اكيد احنا لمسناه في الاسبوع اللي فات كانت اسعار الطيور بتاعتنا فوق في السماء يعني على سبيل المثال وصل الكوكتيل اللاتيني ل800 جنيه والكوكتيل الحبشي ل350 جنيه وده تعتبر اسعار ما حصلتش قبل كده طبعا انا اخترت شعار يدغادر يدغامر لان ده افضل شعار نقدر نستعمله او بيعبر عن الفترة اللي احنا فيها دي في ناس كتير بالفعل صفت طيورها وطبعا ما قدرتش تواكب الوقت اللي فيه زيادة اسعار الاكل طبعا فيه ناس بدأت انها تدور على بدائل يعني هي مش بدائل على قد ما الناس بدأت انها تخفف من استخدام الحبوب لان زي ما احنا عارفين ان طيور الزينة كانت اسعارة قليلة وكمان زيادة اسعار الاكل فيه ناس كتير جدا يعني ما قدرش تتحمل الفترة دي وبدأت ان هي تصفي بشكل نهائي كمان وبالمقابل فيه ناس كتير جدا بدأت ان هي يعني تشغل دماغها ان هي تبدأ تواكب الحدث او تواكب الوقت اللي احنا فيه من زيادة اسعار الاكل والناس دي طبعا بتبقى متعلقة بالطيور وحبا ان هي تستمر لتعلقهم بالطيور وحبهم لها بدأت ان هي تدخل بدائل وبالفعل انا شفت فيديوهات كتير على اليوتيوب بتتكلم على ناس بالفعل بدأت ان هي تستغنى عن استخدام الحبوب بشكل نهائي اكيد طيورنا طبعا يعني في الطبيعة مش متعودة على البلكم والفلار استحديدا اكيد الطيور بتاعتنا بتاكل من خير الطبيعة ومن التجارب النجحة جدا في استخدام كبدائل كمان بدائل نهائية بالنسبة للحبوب استخدام الدرة العواجة وكمان الامح المنقوع الاخ اللي كان عامل التجربة دي كان مصور الطيور بتاعته في صحة كويسة جدا وكمان الطيور معها زغليل يعني اقدر اقول ان في ناس بدأت ان هي تبدأ تخفف من استخدام الاكل كفلارس وبالكم مفيش كلام الطير اكيد بتعود على الاكل اللي انا بعوده له وغالبا انما بيكون الطير صغير جدا بيبدأ يتعود ويبدأ يكمل معايا على اكلات انا يعني بدأت ان انا اعوده عليها واكيد بتبقى اكلات صحية لان هي في البداية والنهاية حبوب من خير الطبيعة عايز اتكلم واقول ان بعد اربع او خمس او ستة شهور هنلاقي السوق السوق هيبقى غير السوق يعني الناس اللي هتبقى متواجدة في السوق هتبقى مختلفة عن الناس اللي موجودة حاليا لان ببساطة يعني ناس كتير صفت وناس طلعت من الهواية واكيد السوق كل فترة بيجدد نفسه ده طبعا بالنسبة للطفرات وكمان بالنسبة للهواء بشكل عام عايز اقول ان السوق الفترة الجاية ان شاء الله هيبقى مقتصر على هواه قد ايه بتقدر التير وقد ايه عارفة امته وعارفة نتاج مجهودهم وتعبهم واكيد الكلام ده احنا هنلمسه في تيورنا الفترة الجاية ان شاء الله طيب انا جبت الكلام ده منين لما الاقي ان اسهار تيورنا بالفعل بدأت تزيد وبدأت تزيد مرة واحدة ده دليل ان فعلا مستقبل الهواية لسه جاي والدنيا ان شاء الله هتبدأ تتعدل وتتزبط ده اكيد متوقع لان ناس كتير صفت وناس كتير خرجت من الهواية اي حد كان واخد الموضوع كتجارة وبيع وشرة فقط اكيد هيخرج من الهواية فورا السؤال هنا اللي بيطرح نفسه لو انا حابب الهواية وفعلا هاوي ايه المشكلة ان انا يبقى لي مشروعي في الهواية الكلام ده ينطبق على الفترة اللي موجودة حاليا اقدر اقول لك دلوقتي الكلام ده ينطبق لازم ان انا شوف السوق محتاج ايه وايه كمان يعني اللي السوق محتاجه دايما باستمرار كمان في التصدير تحديدا طيب نبدأ اول حاجة الكوكتيل اللاتيني زي ما قلنا الشبابات وصلت ل600 جنيه طيب اشتغل في الكوكتيل اللاتيني ممكن اشتغل في الكوكتيل اللاتيني لو انا هعمل مزرعة وهبدأ ان انا دخل البدايل الموضوع اكيد هيبقى مجدي طيب لو هنتكلم في حاجة اعلى شوية الكوكتيل الالبينو مشكلة الكوكتيل الالبينو انه بيعوز تحضين لو انا ما عنديش الوقت الكافي ان انا هتم بطيوري اكتر وكمان اتابع دورة الانتاج بتاعتهم وامتى حضا وامتى اعزل الطيور فبلاش ان انا اخش في الكوكتيل الالبينو ممكن يكون فيه بديل جيد حاليا اللي هو الكوكتيل الفرنساوي الحاجات الريئة زي البصمات والفتيهات دي بالنسبة لي وعن تجربة كويسة جدا كتفريق وكتأكيل يعني انا عمتا بحب ان انا الطير لما جيبه يعتمد على نفسه يعني في كل شيء في التأكيل وتحضين وحتى الفطام فقدر اقولكم ان الكوكتيل الفرنساوي الحاجات الريئة دي ممكن تبقى مشروع موك دي دي اكتر حاجة ممكن نتكلم فيها في الكوكتيل كأقل مشاكل يعني وكمان الكوكتيل الفرنساوي بقى مطلوب بشكل رئيسي في السوق المصري حاليا طيب احنا كده اتكلمنا في باب الكوكتيل لو هنتكلم في الروز الابلاين اورنج وكمان الالبينو من الطيور المجدية جدا في التربية وكمان بتجيب نتاج تعبي الروز الابلاين اورنج والالبينو هتقول لي اللاتيني لا لو انا هربي روز هربي الالبينو وكمان يستحسن ان انا هجيب اوبلاين اورنج الحاجات السبغة بتاعتها محترمة جدا وهتفرق معايا في الانتاج وكمان في حركة البيع هيبقى افضل بكتير وكمان من اهم المميزات في الروز ان هو بيت ربه جماعي يعني انا لو قدرت اجيب لهم مكان واسع وابدأ ان انا ربيهم جماعي وحط لهم اكلهم وشربهم واكيد طبعا لازم اكون جايب الطيور دي شبابات عشان تتعود على الجماعي الموضوع هيبقى مجزي جدا معايا سواء في الاكل والشرب يعني الموضوع مش يحتاج وقت كبير جدا وكمان الطيران الحر بيخلي الطير منعته اقوى فمش يحتاج ادوية بشكل كبير وكمان الوقت هيبقى ليل يعني بالنسبة للمراعية بتاعتهم نخش ونتكلم على البغبغوات ليه البغبغوات اصحابها يعني ما بدأوش يصفوا بزيادة اسعار الاكل ببساطة لان ارتفاع سعر الدولار خلى التجار الكبار اللي كانوا بيستوردوا من خارج مصر لمصر البغبغوات طبعا ببساطة الناس زيب ما بقتش تجيب البغبغوات جوه مصر فبالتالي العرض بقى مقفول يعني على التفريخ المصري فقط فده خلى اسعار البغبغوات زادت ده كمان بزيادة الطلب على البغبغوات فبشكل عام البغبغوات علشان كده اسعارها ثابتة وكمان بتزيد من وقت للتاني ولو حبيت ان انت تبدأ تربي بغبغوات لازم تبقى ملم باسعار البغبغوات والبغبغان بيجيب كم عش في السنة والاكل تقريبا بيتكلف كم علشان تبقى عملت دراسة جدوة نهائية للموضوع ان شاء الله هنحاول نعمل دراسة جدوة لبعض البغبغوات وافضل البغبغان نبدأ ان احنا نربيه ويجيب لي افضل ربح وكمان مطلوب في السوق لو انتو حابين النوعية دي من الفيديوهات اكتبولي في التعليقات ما تنساش لو انت اول مرة تزورنا هتشتري في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد اهنا بنعمله وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله اشتركوا في القناة